أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من المسيح والحل كتاب المقدس بيقول أنا أحب الذين يحبونني والذين يبكرون إلي يجدونني ده هنا المسيح اللي بيكلم برضو بيقول عندي الغنى والكرامة قنية فاخرة وحظ يبقى المسيح متواجد ومتاح كل الوقت لللي حايز يروح له وعنده الغنى والكرامة عزيزي المشاهد مرض العصر المشغولية الناس كلها دلوقتي مشغولة ولو مش مشغولة تعمل نفسها إنها مشغولة عشان تبني إنها مهمة قوي أو علشان مشاكلك كتير وما بتخلص فبيطربوا منك وكله يقول اللي عندك فاية مش فاضي لحد لكن فيه خبر حلو ليك فيه شخص متاح ليك طول الوقت ما فيش حاجة حتمنعه عنك ولا على إنه يسمعك حكيي لك حكاية دي في الكتاب المقدس كانت فيه وحدة صرفت كل الفلوس اللي عندها وراحت للدكاترة ليه؟ عشان كان عندها نزيف مزمن ويعني اتخربتها ويا حرام ما نفعش اللي عملته كله لكن فكرت فيه قلبها وقالت يسوع هيعدي من الحتة بتاعتنا النهاردة أروح ولمس هد بسوبه طرف توبه يعني وكان عندها إيمان إنها حتخف تخيلوا في وسط الزحمة يسوع المسيح التفت ليها وقال لها إيمانك قد شفاكي لو حضرتك أو حضرتك عندك نزيف حياتك مش شرط طبعا نزيف دم مشاكل خطايا بقولك محدش هيحل المشكلة إلا شخص المسيح الشخص المتاح سبعة أيام في الإسبوع 24 ساعة في اليوم كل وقته متاح لحضرتك هو بياخد باله وبيسمع أناتك وشايف دموعك تفتكر الصانع الأذن مش بيسمع بيعرف أشواء القلب كمان يعني اللي بتفكر فيه كان فيه واحد اسمه زكة كان شخص شرير عارف إن يسوع هيعد من المنطقة بتاعته قال أطلع فوق الشجرة أبص عليه يعني يبص على المسيح وأخد بس نظرة يمكن زكة ده طلع فوق الشجرة مش عشان قصير بس الكتاب بيقول إنه قصير لأ يمكن كان بيهرب من الناس ونظرتهم لأنه كان مفتري جابي ضرائب واللي بيجمعوا الضرائب أيامها كانوا جاشعين ومفتريين تعرفوا إن يسوع له كل المجد انتبه له وقال له يا زكة انزل أنا اليوم حكون في بيتك ياه يا رب عندك وقت تعود في بيت زكة الخاطئ العشر أيوة ماهو جاي عشان الناس دولة وقته وانتباهه يدي للناس دولة تعرفوا بعد ما دخل بيت زكة العشر ادالوا الخبر الصار قال إيه اليوم حصل خلاص لهذا البيت تجيش انت أخويا المشاهد أخت المشاهدة وتصلوا في قلبكم وتقولوا لو المسيح يدخل قلبي صليها بكل جدية هو هيسمعك ويدخل قلبك ويخلصك وتقول لك الحياة الأبدية المسيح هو الشخص الوحيد المتاح ليك طول اليوم وطول الوقت وطول العمر المسيح هو الحال ترجمة نانسي قنقر